متابعة Using Data Commands متابعة Creating and Configuring Data Command الآن تنفيذ الأوامر كل نوع من الغرض command يمتلك ثلاثة مثل لتنفيذ الأمر الذي يمثله المثل الأولى Execute NonQuery والثانية Execute Scalar والثالثة Execute Reader ويعمل صف SQL Command مثل إضافية لتنفيذ الأمر الذي تمثله Execute XML Reader كل من هذه المثل تنفذ الأمر الذي تم تمثله في الغرض command والفرق بين هذه المثل هو بالقيم التي تعيدها المثل Execute NonQuery تنفذ الأمر ولكن لا ترجع قيمة وهي تستخدم لصدعاء أوامر SQL مثل Insert, Update, Delete أو Start Procedures بشكل إضافي هذه الطريقة الوحيدة في Add.NET لتنفيذ أوامر DDL مثل Create Table أو Alter Table أما المثل Execute Scalar ترجع العمود الأول من السطر الأول من البيانات المرجعة بواسطة الأمر بغض النظر عن عدد الأسطر المرجعة Execute Reader ترجع غرض Data Reader وهذه هي الطريقة الأسرع لاسترجاع بيانات والطريقة الأكثر فعالية عندما لا نحتاج للتعديل أو معالج قراءة البيانات نفسها استخدم لما يحوم توقع لمدّاً الكوسưỡ� الكوسưỡ� شكرا